عايز زوجتي توفر لي هدوء يعني ايه تعمل لي موسيقى وتعمل لي كذا طب وهي لا انا عايزة بقى احس بالهدوء ولا تحس بالهدوء الناتج ما بين مشاركتك ومنتو الاتنين وصناعت زواج مستقر سعيد لا انا عايزة بقى هاي عايز هدوء طب وهي محتاجاك تتصرف ايه اهم حاجة تكون انا اه وما انا اتجاوزت ليه اه انت جاوزت عشان اه انت جاوزت عشان تقعد في الفندق عشان كده زاد في الجواز جدا ان العلاقة تكون فردية تنطلق من مفهوم الانا وليس من مفهوم النحن وكل واحد عايش في الجواز انا هي عايشة في الجواز انا فتكاد تكون هي عزبة بس معها حد ساكن معها زي في المدينة الجامعية كده وعشان كده مفهوم الاسرة مهدد في الفترة دي لان الناس بتعيش ما بين نمازج متعددة ايه النموذج تعالوا نشوف كده انا بسميه الاسرة بين نموذجين دلوقتي نموذج بيخلي الاسرة قيمة وده اللي الناس عايشينه واي حاجة تتعلق بالاسرة نسعى ان احنا نحافظ عليه ونسعى ان احنا نستثمر فيه ونسعى ان المستقبل وان الاسرة يحصل لها استدامة ده نموذج وده النموذج اللي اقرب الى مراضي الله سبحانه وتعالى فيه نموذج تاني الاسرة عنده محل للزواج فقط لكن ده الاسرة دي الاسرة عندها قيمة لكن التاني ونزاك الاسرة اللي فيها الاسرة قيمة هتلاقي التوافق الاسر يسهل وحتلاقي الحالة الاسرية ممكن فيها استقرار والناس اللي حاصل عندهم رضى زواجي لكن فيه نموذج تاني النموذج التاني بيقولك لا الجواز ده عملية بيع وشرة الجواز ده انا بدفع عشان الائي فلو ما دفعتش وما لقيتش يبقى دوت مش جواز وهي الثقافة دي الثقافة الايه؟ الثقافة اللي جاي مع الكمية ولذلك احنا عندنا الكلام اللي تكلم عن القيم الدينية بيساعد جدا جدا على ان الاسرة قيمة لكن النموذج الاخر بيقولك ان الاسرة محل للمنفعة في حيث ان انا لو دخلت الاسرة وجربت والتجربة ومعنى التجربة ان هو يعملها مرة واحدة او مرتين والتجربة دي ما نفعتش او عادت علي وما عادتش علي باكبر منفعة يبقى اللي يخليني اكمل في المسألة دي اللي يخليني اخسر يبقى الشركة لو خلصت اعمل ايه؟ افوت ضه شركة انا عارف ان انا دلوقتي بخبص في المفهومة عند الناس كتيرة مفهوم مهم جدا اللي هو مفهوم الشركة اه صحيح انا افضل في شركة خسرانة ليه؟ اه بس الجواز مش شركة على فكرة ولذلك الرسول اللي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ لا يفرقوا مؤمنوا مؤمنة اذا كره منها الخلقا رضي منها الآخر فعشان كده بتقول هي تقول ايه اللي يخليني واحد اللي عرفه ولا في حاجة تربطني بيه اخدمه وربيله عياله وهو يقول ايه اللي يخليني واحدة لا هي من بقية عيالتي ولا اي حاجة اصرف عليها وبقى عن الراجل اللي رافض يعالج زوجته بقى بقى ان نسمع بقى الراجل اللي رافض يعالج زوجته ويبعتها البيت اهلها عشان يصرفوا على علاجها بقى عشان ايه؟ عشان هو مش ملزم وييجي بعض الناس بقى في بعض الوسائل المفروض ان هي وسائل واحدة يجي يقولها هو مش ملزم والستة كمان ترفض ان هي تشتغل في البيت عشان ايه؟ عشان هي كمان مش ملزمة كأن هم الاتنين مش ملزمين بحسن العشرة هم ملزمين بايه؟ ملزمين بالرؤية برؤية البيع والشرة اللي هم حطوها للجواز اه انا حريص النهاردة ان انا اتكلم بجد لان مشكلة مشكلة بجد هي مشكلة عويصة جدا 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 وتغلغلت في حياة الناس ومش عارفين اللي ماها مش عارف مش عارفين الاثار اللي احنا بنشوفها ان الستة شايفة ان حد متجوزها كأنه هو متجوز حد بيشتغل عنده بار تايم في البيت عشان يزود مدخلات البيت هي حاسة بكده وهو حاسس بان هو في الحقيقة ملوش اي لازمة غير ان هو يوفر امكانيات عشان الزوجة ترضى رغم ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهله وعلمنا ان اللقمة ترفعها في فيه زوجتك صدقة اذا البده محراب عبادة فما حدش بيسيب العبادة لان هو ما حصلوش ان هو الدعا بتاعه ما تحققش لا بيفضل يعبد ربنا سبحانه وتعالى فيه طبعا انا سمع ازكى اخواته يقول لي يعني ما فيش طلق عندك لا 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 خالص الطلق ده عامل زي الكي الطلق ده عامل زي البتر بعد ما نحاول كل المحاولات ترجمة نانسي قنقر